ترجمة نانسي قنقر ووكالات منظمة الأمم المتحدة وتشكل برئاسة وزارة الخارجية وعضوية كل من ممثلا عن ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ممثلا عن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ممثلا عن وزارة شؤون مجلس الوزراء ممثلا عن وزارة المالية ممثلا عن وزارة الخارجية ويصدر بتسمية عضائها قرار من وزير الخارجية بناء على ترشيح الجهات المشاري إليها وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات وتختص اللجنة بما يلي أولا أتاكد من مشاريع ومبادرات التعاون مع وكالات منظمة الأمم المتحدة تتوائم مع أطر وأولويات برنامج عمل الحكومة ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 والخطط والسياسات الوطنية التي تسهدف تحقيق التنمية المستدامة ثانيا أتاكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل مبادرات مع وكالة منظمة الأمم المتحدة وأولوياتها للخطط التنموية الوطنية بما يمنح إزواجية تنفيذ المشاريع ويحقق الاستخدام الأمثل للميزانيات المرصودة ثالثا متابعة المشاريع المتفق عليها بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة وبصفة خاصة المشاريع التي تساهم المملكة في تمويلها رابعا الاشراف على سير عمل المشاريع الموقع بين البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة وتاكد من تنفيذها طبقا للمتطلبات المحددة في وثائق المشاريع خامسا النظر في مقترحات الجهات المختصة إنشاء مكاتب أو مراكز للوكالات التابعة للمنظمة منظمة الأمم المتحدة في البحرين سادسا أية موضوعات أخرى يحيلها إليها رئيس اللجنة ترجمة نانسي قنقر